اشتركوا في القناة الحلم ده بيسير يعني الشكوك والقلق داخل الحلمين لان هو يعتبر حلم مقلق نوعا ما فريطة العروس بدون عريس في المنام يعني ربما علامة على ان صاحب الرؤية ربما ان هو يتخذ عدد من القراءات المصارية في الفترة المقبلة من حياته ربما يعني رؤية مراسم الزفاف في الحلم بدون وجود عريس علامة على ان يعني حياة الحلم فيها تغييرات كتير ما كانش يتوقعها ابدا الرأي في حياته ربما بتدل على الفشل ربما على بتدل على اتخاذ قرارات خاطئة يعني يعني ربما ان هي توقع صاحب الحلم او صاحب الرؤية لمشاكل كتير في حياته رؤية العروس في المنام بدون عريس اشارة لان يعني صاحب الرؤية سيعمل على اتخاذ قدر كبير من القرارات المصارية في حياته ربما ان هو هيخش في مرحلة جديدة افضل بكتير من المراحل اللي مرت في حياته رؤية العروس في الحلم ورؤية يعني مراسم الزفاف يوحي للحصول على الكثير من الخير والرزق ووصول العديد من المنافع لحياة الحلم زواج احد الاقارب بدون رؤية عرس دلالة على الانتقال لبداية جديدة كما يشير الحلم للسفر خارج البلاد في حالة رؤية حفل زفاف مع رؤية الموسيقى والرقص ولا يوجد عريس ده تعرف يعني بيشير لي الموت والله تعالى اعلى واعلم وموت احد الاقارب وده ازا كان في الحفل اللي انت شفته او في الفرح اللي انت شفته ده كان فيه موسيقى وكان فيه طابل وغناء ده ربما يشير الى موت احد الاقارب رؤية عريس او عروس سعيدة في زفافها بدون وجود عريس دي بشرة صارة بتحقيق امنياتها بشرط ان يكون العرش ده بدون طابل او موسيقى او غناء لما تشوف العزباء في منامها عروس او ان هي عروس بدون يعني بدون عريس ده دليل على الحالة ما هتتخذ يعني قرارات في حياتها ربما فيه قلق ربما خوف من امور هي مش يعني مش جادرة تاخد فيها قرار ولما تشوف العزباء ان هي بتحضر نفسها يعني بتحضر نفسها من اجل حضور حفل الزفاف وبيه رقص وغناء ولا يوجد عريس ده ربما يدل على وقوة الحليمة في عدد من المشاكل في حياتها وربما اخبار سيئة المتزوجة اللي تشوفه منامها ان هي بتحضر حفل الزفاف وبترتاد السوب الابيض ولكن لا يوجد عريس علامة على ان هي بتعتمد اعتماد كله على نفسها في كل الامور وبتاخد قراراتها بنفسها رؤية العروس بدون عريس في الحلم مع وجود اغاني صاخبة ورقصه ده دليل على المشاكل والهم والكرب في حياة الرأية فربما ايضا رؤية العرس بدون عريس للحامل علامة على تحقيق قدر كبير من المكاسب فضلا للكثير من الخير اللي هتناله في حياتها رؤية الحامل حفل الزفاف مع رؤية العرس بدون عرس اشارة لان هي هتتحمل الكثير من المسؤوليات في حياتها خصوصا عقب الولادة رؤية الحامل يعني ان هي عروسة بدون عريس ده دليل على ان هو بيفكر يعني في اشياء في حياتها ربما ايضا بتدل على قرب الفرق الا اذا كان فيه طبعا موسيقى ده بيدل على مشاكل قد تتعرض لها الرأية بالنسبة ايضا رؤية العروس بدون عريس في المنام بالنسبة للرجل ده بيدل على ان الفترة اللي المقبلة في حياته فيها ايضا يعني علامة على الدخول في التجارة جديدة هيجني منها مكاسب وبتبشروا قرب الفرق وبتبشروا بزوالهم الا طبعا اذا كان في الفرح ده كان في اغاني او موسيقى او رقص او غناء دي بتدل على المشاكل او المصائب اللي قد يتعرض لها الرأي احباب الله ربنا بشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة بالزفاف اه او بالعورس عامة ان يكتبها لنا اسفل الفيديو علشان نفصل لكم فصل وقت ما تنسوش تشاركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لك بالقدر من الناس والى اللقاء في دواخر السنو عليكم ورحمة الله